اهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم تتسع خريطة سيطرة النظام وروسيا في رفي إدلب الشرقي والجنوبي بشكل متسارع حتى بلغ عدد المناطق التي سيطروا عليها خلال الأيام الأربعة قرابة خمس وثلاثين منطقة في مشهد يجعل مدينة معرة النعمان في مرمى سلاح النظام وحلفائه وينذر باقتراب موعد معركتها معركة لا يبدو مما حصل خلال الأيام الماضية منها ستكون عنيفة وقد يكون في الوقت عينه هناك مساحة لحدوث مفاجأة من قبل الفصائل معرة النعمان في مرمى الأسد وحلفائه هل ستواجه المعارضة أم ستنسحب أما في محورنا الثاني فقد باشرت المملكة العربية السعودية التحضيرات النهائية لعقد اجتماعا جديدا للمعارضة في الرياض والذي يحمل اسم رياض ثلاثة وذلك بعد جولتين أولى هما أفضت إلى تشكيل هيئة التفاوض والثانية وسعت من الهيئة بإدخال منصتي القاهرة وموسكو قبل أسبوع من رياض ثلاثة مع مصير هيئة التفاوض من الداخلين الجدد أهلا بكم من جديد قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات النظام سيطرت على عدة بلدات في رفي إدلب الجنوبي والشرقي أفاد مراسلنا بأن قوات النظام سيطرت على قرى جديدة لتحاصر نقطة المراقبة التركية في السرمان وتهدد نقطة مع الرحطات بالمصير ذاته في حين تقلصت المسافة بين قوات الأسد ومدينة معارضة النعمان إلى بضعة كيلومترات فقط المزيد في هذا التقرير يوم الرابع من الهجوم البري الواسع من قوات الأسد وبغطاء جوي الروسي يسفر عن تقدم إضافي للقوات المهاجمة التي باتت على أبواب مدينة معارضة النعمان وسط محاولات حثيثة من المعارضة للتخفيف من حجم الخسائر التي لا يبدو أنها تؤتي أكلها الهجوم البري المسبوق بحملة قصف جوية وبالصواريخ والمدفعية قد يكون الأوسع من قبل روسيا والنظام إذ بدأت بشكل متصاعد منذ تشرين الثاني الفائت وتسببت بدمار كامل بكل ما تحمله الكلمة من معان لجميع مناطق ريفي إدلب الجنوبي والشرقي مع حركة نزوح جديدة للأهالي بأعداد تصل إلى أكثر من مئتي ألف نازح ومنذ مساء الخميس بدأت قوات الأسد بدعم جويا وبريا من القوات الروسية هجوما من الريف الشرقي لمحافظة إدلب بجبهة عريضة تمتد قرابة العشرين كيلومترا وبالعمق باتجاه مدينة معارضة النعمان المدينة الأكبر في الريف الجنوبي الهجوم من عدة محاور أسفر حتى اللحظة عن سيطرة قوات الأسد وحلفائه على ثلاثين قرية وبلدة وسط تقدم متسارع إلى مزيد من المناطق الخطة المنفذة على الأرض لا تحتوي على مسارات مغيرة عن المسارات السابقة في جميع المناطق السورية بما فيها معارك أيلول الفائت المتضمنة التقدم في المناطق بعد تدميرها وإخلائها من السكان وحصار المدن بشكل تام تمهيدا لإسقاطها والسيطرة على بقاياها التقدم الجديد لقوات الأسد يدخل نقطتي مراقبة تركية في الصرمان ومعارحطات بوضع مشابه لنقطة موريك التي ما تزال محاصرة لليوم منذ تجاوزها من قبل قوات الأسد قبل ثلاثة أشهر إبان الحملة السابقة التي سلخت كامل ريف حمات الشمالي وأجزاء من ريف إدلب الجنوبي أبرزها مدينة خان شيخون حرب الطرق التي يكاد يتفق على تسميتها غالبية المتابعين تتواصل ولا يبدو أن وقوفها محدد بمعرة النعمان فحسب بل أن الأمور تتجه لما بعد المعرة ولن تكون سراقب بعيدة عن الهدف وحتى أريحة إحدى المدن الرئيسية على الطريق الدولي بين حلب واللاذقية المعروف بـ M4 لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين ينضموا إلينا في ألستوديو عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري وعبر سكايب من إسطنبول عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز سور للدراسات ورحب بكم وأبدأ معك سيد بركات يعني ربما في هذه المرحلة يكثر السؤال ويجدر السؤال ما هو الموقف التركي مما يحدث لسيما أنه كان هناك بالأمس حديث عن أن وفدا تركيا يزور موسكو ومن المفترض أن يكون هناك حل حلاء وهكذا يتوقع الناس اليوم بداية المساء الخير يعني على ما يبدو بأن حتى الضامنين في أستانا غير متفقين على كثير من القضايا العسكرية الميدانية بالإضافة إلى بالأساس عدم اتفاقهم على آلية الحل وكيفية وتصورات وأفق هذا الحل لذلك أعتقد بأنه ما يحدث الآن في إدلب هو أن عكاس لهذه التناقضات التي وجدت من بداية الثورة السورية بين روسيا وتركيا هذا التناقض الكبير يوضح بأن إلى الآن تركيا وروسيا كضامنين في أستانا أو كطرف ضامن من قبل المعارضة وهي تركيا إلى الآن لا تستطيع أن تضمن أي تصرف من تصرفات الروس الأتراك قالوا لنا كثيرا بأننا طلبنا من روسيا إيقاف النظام طلبنا من روسيا عدم أن يقوم النظام بأي عمل عسكري ولكن كانوا دائما الروس يتحججون بأننا لسنا نفرق أو لا نستطيع فرض يعني دائما آرأنا على النظام بحجة أن النظام لديه أولويات ميدانية وعسكري وإلى آخرية وهذا أيضا كانت تركيا تستخدمه بعض الأحيان مع قوى المعارضة العسكرية لذلك أعتقد هذا التناقض بين المواقف لكنها لم تستمر استثمار موقفها كذا يعني بينما الروس يستمرون في تغطية على النظام وترك الصحة للنظام لا تستمر تركيا أيضا بلعب هذا الدول مع المعارضة من خيث دعمها يعني نحن شئنا أو أبينها يوجد اختلاف بين الدول الروسي والتركي هناك دولة ما تزال موجودة في الأمم المتحدة تستطيع أن تجلب حلفاء ميدانين إلى الأرض بغض النظر عن شرعية هذا الدول ولكن ما زالت موجودة في الأمم المتحدة وتستطيع أن تستخدم القانون الدولي بهذا الشكل وتستطيع أن تجلب حلفاء أكثر من روسيا إلى الساحة السورية بالمقابل دور تركي كان في فترة من الفترات متفق عليه دوليا عسكريا وسياسيا وكان يقوم بدور كبير في الشمال السوري وحتى في مناطق في الداخل السوري ولكن على ما يبدو اختلال هذه التوازنات الدولية والإقليمية وانعكاس كل هذه المشاكل لكن في المناطق التي تريد يبدو أنها حين تريد تلعب الدور الذي تريده في المنطقة التي تريدها ضمن اتفاقيات دولية وضمن حدود أيضا مع حلفائها روسيا وتركيا على خلاف كبير نعلم بذلك ولكن هناك مصلحة بتواجدهم في مناطق معينة هناك مصلحة بالتقاطع والالتقاء السياسي والعسكري في نقطة معينة ولكن هذا لا يعني من وجهة نظري أن يكون هناك توافق روسي تركي في إدلب الآن وهذا ما يدل على أن تركيا أرسلت وفد إلى روسيا للحديث وما يدور في إدلب يعني لفتح ملف إدلب فبالتالي لم يكن هناك اتفاق حقيقي مسبب بين الطرفين في هذا الموضوع لكن يعني لم نشهد اليوم يعني اقترب النظام من محاصرة نقاط تركيا ولم يكن هناك رد فعل حتى من وزارة الدفاع وهذا يعني لم نشهده مثلا عندما حصلت نقطة موري يعني إن كنا نتخيل صراحة حتى في ردود فعس صراحة إن كنا نعتقد أن تركيا سوف تدخل حرب عسكرية في سوريا مع روسيا أو حتى مع النظام فأعتقد بأن هذا الأمر مستبعد ربما تركيا تحاول أن تحفظ مصالحها في هذه النقطة أو تحاول أن تبقي على دورها فعال عسكريا في سوريا ولكن علينا أن نتأكد بأن تركيا لن تقوم بحرف في سوريا مع النظام أو حتى مع القوات الروسية أو أي طرف آخر يعني إلا إذا كان هناك فعلا إرادة دورية حقيقية لتغيير النظام في سوريا هذه الإرادة غير موجودة الدعم الأوروبي والأمريكي السابق السياسيا وغير ذلك لتركيا لم يعد موجود المجموعة العربية التي انكفأت بشكل كبير عن هذا الملف أيضا لم تعد موجودة وكثير من الأمور أصبحت غير متجانسة بين تركيا والمجموعة العربية كل هذه يعني أعتقد الأمور أسرت بشكل كبير على الدور التركي لذلك إلى الآن نجد أن تركيا تحاول أن تلعب بين الطرفين يعني تحاول أن تكون متواجدة في استاذانا وبالطرف الآخر أن تكون متواجدة أيضا في العملية السياسية في جينيف ولكن أعتقد بأن الأمور العسكرية تسير بما لا ترتضيه أيضا تركيا ولا ترتضيه قوات المعارضة قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى تفضلت أن هناك تناقضات الآن بين تركيا وروسيا هناك بعض المحللين يرون العكس يرون أن البلدين متفقان على أشياء معينة في إدلب وخرائط معينة في إدلب وما يجري الآن هو فقط تطبيق الاتفاق الذي يحدث نعم هناك اتفاق سابق ولكن هذا الاتفاق لم يلتزم فيه الروس ولا النظام هناك اتفاق بأن يكون هناك منطقة منزعة السلاح بأن يكون هناك تراجع لقوات نظام قوات المعارضة وبالمقابل تكون هناك دوريات روسية تركية مشتركة في هذه المنطقة تضمن لفترة معينة أن تقوم قوى المعارضة وتركيا بإيجاد حل لملف هيئة تحرير الشام ولكن هذا الأمر لا يتم بهذه الطريقة بأن يكون هناك حرب داخلية في إدلب للقضاء على هيئة تحرير الشام هذا الأمر ليس من مصلحة حتى سكان إدلب أن يكون هناك حرب أهلية داخل تركيا أن روسيا الآن تستهدف هيئة تحرير الشام روسيا الآن تتخذ هذا الأمر شماعة لكل تصرفاتها العسكري تعتبر أن هيئة تحرير الشام هي المستهدفة ولكن من الملاحظة بأن روسيا لا تلتفت لكل هذه الأمور هذه اتفاقيات ثنائية ليست لها أي شرعية دولية ليس هناك أي غطاء دولي لهذا الأمر يتم خرق هذه الاتفاقيات بشكل كبير وأعتقد أن روسيا ليس هدفها تحرير الشام ربما بقاء تحرير الشام في إدلب هو يسبب يعطي لروسيا مبررات كثيرة في التدخل الحالي والمستقبلي هدفها الآن في هذه المعركة هدفها الآن روسيا هو كما ما اتفق عليه في سوتي هو طريق الطرق الدولية بين حلب ودنش وحلب ودنش هذا الاتفاق ينفذ ولكن لم تكن أليت التنفيذ بهذا الشكل كان هناك عمل عسكري على إيقاف العمل العسكري وأن تتم إدارة هذه الطرق عن طريق الدوريات المشتركة التركية الروسية ولكن بقاء هيئة تحرير الشام في إدلب أعطت المبرر والشماعة لروسيا بغض نظر إذ كانت روسيا ببقاء هيئة تحرير الشام أو عدم بقاء هيئة تريد أن تدخل إدلب مع قوات النظام ولو كلف هذا الأمر قتل ألاف المدنيين هل لديك اطلاع على الخرائط بشكل تحديد سيد بركان طبعا ما هو المدى الجغرافي الذي يريدونه إذن والذي يمكن أن نتوقع أن يصر إليه خلال أيام الحادثة المدى الجغرافي هناك طريق ما يقارب 40 إلى 50 كم ستر قوات المعارضة في الطريق الدولي وهناك أيضا إلى ما بعد سراقب يعني إلى ما بعد سراقب إلى حلب يعني بعد سراقب اتجاه الشمال وهذا الأمر أيضا له علاقة في الطريق ما بعد حلب وهو من حلب إلى باب السلام وأيضا هذا الطريق تسيطر عليه جزء منه قوات روسية في منطقة ترفعت وبيانون وغير ذلك إلى قبل عزاز تقريبا بـ 16-17 كم فكل هذه الطريقة التي تمتد من باب السلامة إلى درعة في الجنوب هذه الطريق تعتبر شيء محرم بالنسبة لروسيا بأن يكتواجد في غير الروس فبالتالي هذا الصراع ربما يعني يستمر لفترة طويلة إلى أن تجد هناك تغييرات ميدانية أو سياسية ربما تعطي معادلات أو تفرض معادلات جديدة نصل فيها إلى إيجاد صيغ التفاهم بأن يكون لهذا الطريق يعمل بشكل رسمي وقانوني هذا الذي تحدثت عنه سيد بركاته هو الـ M5 هناك الـ M4 إنجاه الغرب نعم الطريق الآخر الطريق الذي يمتد من حلب إلى اللاذقي هذا الطريق ليس بأهمية بقدر الطريق الأول ولكن روسيا تعتبر بأن هذه المنطقة أيضا هو طريقة ذهب أيضا إلى باب الهواء وهو المعبر أيضا رئيسي في الشمال أيضا تعتبره بأنها نقاط استراتيجية على الدولة السورية بغض نظر عن توصيف الدولة أن تقوم بإدارة هذه الطرق أو أن يكون هناك تفاهم روسي تركي يعني هل هدف القادم سيكون أريحة وجسر شغور؟ يعني الهدف الحالي لا أعتقد بأن يكون هناك تمدد العملية العسكرية أكثر من ذلك ولكن من المتوقع أن يكون أيضا الطريق الـ M5 ضمن العملية العسكرية القادمة سيد عاصي طريق النظام للمعارضة يبدو سالكا يعني هناك بضعة كيلومترات متبقية أمامه هل تعتقد أنه أمام المعارضة أي أفق ربما للمقاومة يعني وسط ما يحدث على الأرض ووسط ما تفضل به السيد بركات أهلا بكم يعني إذا كانت المعارضة ما زالت تعول ربما على موقف حاسم من قبل تركيا أو حلفائي دوليين بطبيعة الحال سيكون النظام السوري أو سيستمر الطريق مفتوحا أمام النظام السوري للوصول إلى معارضة النعمان وربما لاحقا إلى سراقب وسيطرة على كامل المنطقة العازلة وتطبيقه وفق المقاربة الروسية مع الأسف ما زالت المعارضة السورية وهنا نتحدث ليس فقط عن الفصائل العسكرية إنما أيضا عن التشكيلات السياسية للمعارضة تعول على قدرة الغطاء السياسي سواء لتركيا أو الدول أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المجموعة المصغرة التي تضم دول عربية وأوروبية تعول على هذا الغطاء لإيقاف الهجمات العسكرية وإيقاف القتل الروسية لكن روسيا قالتها بشكل صريح منذ قليل ليس بأمر بعيد منذ تقريبا حوالي ساعات لفروف قال إن روسيا سوف تدعم العمليات العسكرية لأسد لاستعادة كامل الجغرافية السورية هذا يقود إلى أن روسيا أيضا تضع في الحسبان استعادة السيطرة على مناطق العمليات العسكرية التركية المباشرة وهنا المقصود درع الفرات وغسل الزيتون وحتى نبع السلام في وقت لاحق الحقيقة أن إدلب بشكل حالي إذا كنا نتحدث الآن عن تركيا هي تشكل عمق والحديقة الخلفية للمناطق العمليات التي أدخلها الجيش التركي وسيطرة النظام على إدلب أو تقويض مساحة سيطرتها مساحة سيطرت فصائل معارضة عليها سيؤدي بطبيعة الحال إلى توجيه الأنظار إلى مناطق عمليات الجيش التركيا ومناطق عمليات تركيا وسيؤدي أيضا إلى دفع تركيا نحو تقديم مزيد من التنازلات حول سياستها العسكرية والأمنية هناك نقطة مهمة جدا ربما ينظر إلى أن تركيا قد تعارض وجود قوات نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري يبدو في الحقيقة منذ سيطرة النظام على جنوب قطاع أو قطاع جنوب منطقة خفض التصعيد أن هذا الأمر لم يؤثر على سياسات تركيا ربما لم تأخذ تركيا الأمر بأنه قد يقود عملياتها ستبقى نقاط المراقبة بدون ردود فعل من قبل الأتراك الآن نحن نتحدث عن نقطة الصرمان ومع رحطات الآن تحت الحصار لنقول يعني خلال الأيام السابقة كيف يمكن وصف رد فعل تركيا هل كان حاسما إزاء القصف الذي تعرضت له مرتين نقطة الصرمان لم يكن هناك رد حتى في العمليات السابقة التي امتدت من شباط نحن نتحدث هنا الحملة العسكرية الثالثة والحملة العسكرية الرابعة بشكل القصف الصاروخي والاجتياح البري كان هناك قصف عنيف على نقاط المراقبة في محيطها أو بداخلها لم يكن هناك رد أبدا وتركيا يعني وربما هذا شجع في الأصل لروسيا على الاعتماد على آلية تطويق نقاط المراقبة للحصول على أهدافها من الحملة العسكرية طبعا هذا لا يعني أن تركيا هل روسيا بحاجة إلى هذا الشكل من الضغط سيد عاصي؟ نعم بحاجة إلى هذا الشكل لأننا كنا نتحدث عن أن هناك خرائط معينة ويعني يبدو أن روسيا تتقدم وفقها نعم نعم هناك حاجة لروسيا كبيرة للضغط بهذا الشكل الضغط العسكري السبب الرئيسي لهذه الحاجة هو أن روسيا خلال عوام 2017 و2018 وحتى النصف الأول من 2019 أو حتى آب 2019 لم تستطع تحويل الانتصارات العسكرية التي حققتها على مدار العوام السابقة إلى نجاح سياسي النجاح سياسي هذا يمكن فهمه من خلال جولة جولة الرابع عشر من أستانة وأيضا من خلال الجولتين الأولى والثانية من مسار اللجنة الدستورية التي دفعت وأشبرت روسيا من خلال الضغط هل ستبقى روسيا مهتمة في نجاح المسار السياسي لو استعادت الأراضي التي تريد استعادتها لسيطرة النظام؟ نعم بطبيعة الحال لأن من دون النجاح السياسي كيف لروسيا أن تقوم بإعادة الإعمار كيف لروسيا أن تقوم بإعادة الاستقرار للنظام السياسي كيف يمكن لها أن تقوم بإجراء انتخابات نحن لدينا نماذج من السيطرة الروسية على الأرض أخفقت في ضبطها أو استعادة الاستقرار فيها روسيا مناطق المصالحات اليوم وأمس كان هناك قتلى وربما تم عرض في أحد تقاريركم السابقة عن قتلى لروسيا والنظام السوري في جنوب سوريا اليوم جراء استهدافات روسيا بحاجة إلى التوصل إلى استقرار يضمن مصالح الأمنية ومصالح السياسية والعسكرية بشكل استراتيجي هي وقع اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات عسكرية مع النظام السوري وأمنية تمتد إلى أكثر من 50 أو 49 سنة هذه الاتفاقيات تحتاج إلى بيئة مستقرة أمنية أكليمية وسورية محلية سيد بركات هذه الضغوط العسكرية أو حتى الرسائل المتبادلة بين الجانبين سواء كانت في إدلب أو في مكان آخر هل هي توجه بين الطرفين من أجل ملفات أخرى في سوريا نفسها لم تحسن بعد شرقي الفرات على سبيل المثال الملف في شرق الفرات ربما تعاملت به روسيا مع تركيا بطريقة ربما تختلف عن ما حدث في إدلب ولكن أعتقد بأن هناك بطبيعة الحال يعني علاقة حاليا بعد ما بدأ عملية نبع السلام مرتبطة بشكل كبير بالتفاعل السياسي والعسكري في إدلب وحتى في بقية الملف السياسي وليس فقط العسكري لذلك أعتقد بأن هناك ربما رسائل توصل من خلال هذه العملية إلى الجانب الروسي من خلال أن ربما هذه العملية أعطت لروسيا يعني فرصة للتواجد في هذه المنطقة التي كانت من الصعب أن تتواجد فيها قبل عملية نبع السلام هذا الأمر ربما في المقابل ربما يكون هناك بعض التطمينات لمناطق أخرى ربما تكون في الشمال السوري في شمال حلب أو في عفرين وبعض المنطقة أو حتى في المنطقة ذاتها في معملية نبع السلام لذلك الملفين مرتبطين بشكل كبير ولكن إلى الآن كل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات هشي هناك هذه المنطقة تستطيع أي جهة من الجهات ولو كانت بسيطة ولو كانت مسيطرة على جزء بسيط من الأرض أي فصيل صغير يستطيع إشعال هذه المنطقة من جديد هذه المناطق هي اتفاقيات ليست بالمعنى الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية والدقيقة إنما هي اتفاقيات هشي عسكرية تغير وتبنى عليها وهي اتفاقيات حية لذلك ربما نتوقع أن تستمر عملية نبع السلام بعد أن يكون هناك عمل عسكري أو بعد انتهاء العمل العسكري في إدلب ويكون هذه عملية نبع السلام اثنين أو ثلاث إلى آخره فبالتالي ربما تستمر باتجاه الجنوب وتستمر باتجاه أيضا المناطق التي تواجد فيها قسط خاصة في الشمال الشرقي ليس في الجنوب ربما يتكون عن العرب وعين عيسى في مراحل قدمة كل هذه الأمور مرتبطة ببعض بشكل كبير ولكن ليس بالطريقة التي نتوقعها بأن يكون هناك اتفاق خطي أو يكون هناك اتفاق وعلاقة تعلمها المعارضة أو لا تعلمها ولكن هذا الأمر يتم من خلال التفاعل العسكري والسياسي بين تركيا وروسيا يعني هذا هدف تركيا تعتقد ما تبقى شرق الفراث اليوم هدف تركيا من الممكن أن تتنازل تركيا أو تكون أكثر لينا ربما في إدلب من أجل تأمين عن العرب ربما يكون هذا الأمر وارد خاصة بأن للأسف نحن كقوات ثورة أو قوة معارضة يعني جميع الحالة السورية أصبحت حالة متفائمة يعني حالة ليست مؤثرة بالشكل الحقيقي إنما هي حالة تابعة لهذه التحفاعلات الدولية والأقليمية لذلك ربما حتى المعارضة السورية لا تستطيع أن تقف تجاه هذه التفاعلات وتغييرها بالنسق أو بالطريقة التي تريدها ولكن نحن ضمن عملية سياسية وعسكرية تتحكم بها القوى ولا نستطيع أن نعول يعني أن نعول على قوى أخرى حقيقة نحن عولنا كثيرا أيضا على الدور الأمريكي في الجنوب وتدام تسليم درعا خلال أيام وعولنا على الدور المصري والسعودي في الحمد لا يمكن التعويل بالنحة على الدور التركي طيب طب إذا كانت المعارضة قد وصلت إلى هذه المرحلة من عدم التعويل لنقول أو عدم التفاول حتى بأي حليف يعني هل يمكن أن نتوقع امتدادا روسيا نحو مناطق أخرى تركيا يعني لها وصاية عليها مثل عفرين يعني ليس بالمعنى الدقيقة ليس للثورة حلفاء لا بقي هناك للثورة حلفاء ولكن يعني فعالية هؤلاء الحلفاء تتوقف على الموقف الدولي الحقيقي تغير الآن يعني الموقف الدولي تجاه حتى الأسد تغيرت هناك ألي تتعاطي مع نظام الأسد أصبحنا نصم مع تصريحات غريبة من دول عربية ومن أوروبا ومن أمريكا حول هذا الموضوع فبالتالي الأولويات ربما اختلفت لذلك التفاعل الإيجابي مع حلفاء الثورة اختلفة عما كان سابقا ولكن هناك أيضا يعني ربما يبقى الدور التركي بغض النظر عن هذا الدور الذي يتقاطع ربما بشكل كبير أو بشكل قليل مع مصالح قواء الثورة ولكن ما زال هناك دور تركي إيجابي تجاه المعارضة السواء السياسي والعسكري ولو لم يكن هذا الدور موجود ربما لا لاحظنا بأن أدلب كان مصيرها كمصير درع خلال أيام يعني ما حدث فقط تأخير المصير؟ لا ربما هناك تتغير معادلات عسكرية كثيرة على الأرض تتغير أمور أخرى ليس الملف السوري هو الملف العائق أو الشائك الوحيد بين روسيا وتركيا هناك ملفات كثيرة هناك يعني ملفات إقليمية وملفات داخلية ربما تنعكس في الفترة القادمة بشكل إيجابي على الملف السوري بشكل عام وهذا من الملاحب أنه بين روسيا وتركيا ليس فقط سوريا هناك أيضا ملف مهم في ليبيا هناك أيضا ملفات أخرى في العراق يعني كل هذه ملفات هي متفاعلة ليست بشكل منحسي يبدو أن ملف ليبيا يعني بات أكثر إيجابية يعني كان يقول المحللون خلال أيام الماضية أنه يمكن أن يكون هناك مناوشات في إدلب من أجل ملف ليبيا ومن ثم خرجها التصريحات يعني تبدي إيجابية بين طرفين شئين ليبيا يعني يبدو ملف إدلب الآن وحيدا يعني في هذا السوري ربما هناك الآية مختلفة منقلبة في ليبيا هناك حكومة شرعية دعت حليف إليها وهنا في سوريا تبدعي أن حكومة شرعية دعت حليف إليها وهي روسيا المعادلة مختلفة ومعكوسة في ليبيا لذلك ربما يكون التفاهم أسرع في تلك المنطقة ولكن هذا لا يعني بأننا معزولين عن هذه التفاهمات وعن هذه الصراعات الوقت يدهمني سيد بركات يعني فقط أريد منك إجابة على نقطة واحدة هل يمكن أن يكون مصير غرب الفرات اليوم مشابهة لما حدث في إدلب فيعني يكون الوضع بين البلدين أن غرب الفرات مقابل شرق الفرات ومصالح تركية لا أعتقد ذلك لأن ربما غرب الفرات وشمال حلق إزاد وعقرين هل هناك ضمان لذلك؟ خصوصية لا يوجد ضمانات في سوريا لأي شيء لا يوجد ضمانات للعملية السياسية ولا استمرار بشار الأسد ولا بإبقاء المعارضة في أي منطقة في سوريا لا يوجد أي ضمان وهذا الشعب السوري يجب أن يدرك تركيا في سوريا ليست بالضامن الذي اتفق عليه المجتمع الدولي بأنها ضامن في هذه المنطقة في النهاية لن تحارب عنه في النهاية لن تدخل في أي صراع مع روسيا أو مع النظام سيد عاصي جرجناز بيد أنهضام هكذا يقول الخبر العاجل لماذا بتقديرك تتسم جبهات الآن بأنها أكثر مقاومة وصمود يعني يتحدثون عن جبهة الكبيني مثلا مقابل الجبهات في جنوب وشرق الدلب يعني الأمر مقترن صراحة بطبيعة المنطقة الجغرافية هذا أمر الآخر مقترن بأيضا وجود حالة من المقاومة لدى الفصائل في المنطقة الفصائل اللاذقية الساحل أبناء المنطقة قيادات المنطقة لديهم قناعة باستمرار القتال حتى آخر رمغ في الطرف الآخر المقاتلون يمتلكون هذه الرغبة لكن يبدو أن القيادات لا يمتلكون هذه الرغبة ومرتبطون بشكل أو بآخر بآمال متعلقة بتركيا هذه الأمال أو الضمان غير موجود أصلا غير موجود أي ضمانة لها هذه نقطة محورية صراحة في الخلاف بين طبيعة النتائج بين الجبهتين جبهة رخوة إن صحاء التوصيف وجبهة عصية على النظام مع كل الأسلحة التقيلة التي تستخدمها روسيا من الصواريخ كليبر وكروز والمدفعية والطيران إلى حتى أدنى عمليات القتال البرية التي تدخل فيها قوات المسلحة الخاصة الروسية على الأرض وهي غير قادرة على ذلك أما في مع الأسف جبهات معارضة النعمان في منطقة التمانعة الطريق مفتوح أمامها برغبة الفيادات نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات فنت معنا عبر سكايب عبدالمجيد بركات عضو الهائل السياسية في الاتلاف لطن السوري بطن معي إلى نهاية سورة اليوم مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حوري نهتاني فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر